البارحة من اجاني الخبر غيرت اسمها هي مو اسمها هيئة الحج والعمرة لا هي اسمها هيئة البوق بالخمرة خوش شون انا اريد اسأل الحكومة العراقية اريد اسأل الشرفاء العراقيين اريد اسأل اصحاب الدين والتدين بس بالنسبة اشوكت تشبع بوق اشوكت اشو انت سترة الكعبة بقتها وفلوس الحجاج بقتهم وفلوس السجناء بقتهم انت ما تقول لي حوت لك انت حتى الحوت الازرق مو بقدك انت شنو المهم ما طول عليك عندي ادلة ووثائق شوف هذا الوصل ببيش بستة وستين الف هذا الوصل ببيش مية واثنين وعشرين الف هذا الوصل ببيش مية وثمانية وتسعين الف هذا ما شنو الوصولات ابوهاية الحج والعمرة المسعودي انا اقول لكم ما شنو هاي الوصولات اذا انت هسه رايح تشوف لعبة بقطر وحاجز على الطيران السعودي اسرع فيزا تطلع عندك خلال ثمانية واربعين ساعة الفيزا السعودية والسعودية تقولك حتى لو تنزل ترانزيات عندي لازم تفيز فجماعتنا راحوا اللي راح يريد يشوف اللعبة بقطر واللي راح يريد يروح للرياض سياحة داي يريد يروح للسعودية سياحة المسعودي ياخذ منه اذا ترانزيات ستة وستين الف واذا رايح للسعودية ياخذ من عنده مية وثمانية وتسعين الف وغير وغير ارقام يا بليش والله انتوا رايحين للعمرة هذا خطيه صح بالوصل قال لك عمي انا رايح للقطر حتى بيت الله ما اندلة عمي انا رايح للرياض عندي ناس اصدقائي رايح للرياض حتى ما رح تصليت ببيت الله تروح البيت الله ما تروح المسعودي قطك المسعودي يدينا بجيبك ويطلع فلوسك تروح ما تروح مو بكيف الله بكيف المسعودي ماكو دولة ماكو قانون اني اردفتهم هس هو اللي روح البيت الله عمرة منو الياخذ من عنده مال مال العمرة غير السعودية انت ياه يمك انت على اي اساس ماستاخذين زين هاي الفلوس وينده تروح هاي المليارات وينده تولي اليوم عني عاي في التليفون مفتوح هاي المليارات وينده تولي كمثل يقول بوق يا مولاي بوق كم لأنت الباقي وتقدر تكتب المثل رح يطلع لك صوت المسعودي اول الواحد لانه هس كلهم الحمد لله والشكر هو لا بس اعمامه بس ياخذ من عندك وكأنه ما بالفايز اذا تريد تروح البيت الله هو لا بس اعمامه بس ما اخذ عقد مال السجناء للهيئة شا ليه الهيئة بس جناء ولما انحجه اول اسبوع استلم وزير العدل الحالي لما انحجه حولوه نزاهه رأسا رأسا حولوه مسائلة حولوه للوزير ما صار لسبوع لانه فق حلقه على العقود مال المسعودي مال السجون مال اطعام السجناء وذاك هو العقد بعضه الدنيا نقوبت والاعلام والاعلامين كلهم حتوا هو لا دار بال اقول لك هو اللي بوك شاته في الكعبة انت خايف ما يبوك سجن؟ حيه